السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتبعين قناة تعليم تدائي رائد كيف انتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير اذا اليوم جديد ودرس جديد نبدأ مراجعة دينا نحن في اسبوع المراجعة العامة بالنسبة المستوى الثاني بتدائي استعدادا للفرد الثاني كيف كان قلت لكم دائما انني هذا الفرد هذا كان اعتبروا انه فرد استدراكي فرد حاسم بالنسبة لجميع التلاميذ والتلميذات اللي مجابوش مزيل في الفرد الاول كنتمنى انكم تركزوا معايا جيدا في هذا الفرد هذا حاولوا انكم تضيروا رأسكم شي شوية باش ان شاء الله اه فهذا الفرد هذا تجاوبوا بطريقة لي هي صحيحة وتجيبوا نقطة ليها مميزة ونقطة ليها مشرفة كيف نقول لكم دائما مفهوم اذا اول حاجة كنبغي نشكر كذلك الامهات والابا اللي كتبعوني على الفيسبوك شكرا لكم من القلب كنبغي كذلك نقول لكم انني غاز نخلي لكم رابط الصفحة ديال الفيسبوك في صندوق الوصف كذلك تقدرو كذلك تشوفوا الفرد pdf تحتا وغاز نخلي لكم صندوق الوصف ضروري لانكم تقوموا بانجاز هذا الفرد هذا داخل البيت حاولوا انكم تقوموا بالانجاز دياله واخليوا التلاميات دياله حددوا لهم الوقت واخليوا هم يوجدوا باش تشوفوا المستوى الحقيقي ديالهم مفهوم كذلك الناس اللي مازالا مشتركوش معي في القناة ومتبعي القناة كنتمنى انكم تفعلوا جرس الاشتراك كذلك نشوف التفاعل داخل القناة هذا غدي زيدي شجعني وحفظني الان نستمر معكم في الدروس اكيد اليوم ان شاء الله غدي نشوفوا مراقبة في مادة اللغة العربية الخط والاملاء كذلك غدي نحاولوا اننا نتذكروا بعض الاشياء من خلال الخط بعض الاشياء اللي هي مهمة جدا خاص التلاميذ انهم يتفكروها هذا غدي نفعلوا على انهم يجوبوا بطريقة صحيحة داخل الفرض مفهوم اذا نبدأ على بركة الله اكتبوا وفق النموذج اذا فقط عندي هنا غدي نحاول اننا نقوم باعادة الكتابة وهنا عندي عشرات النقاط يعني كانت طلب من جميع تلميذات التلاميذ اللي اخليكم حاولوا انكم تكتبوا بخط جميل جدا حروف تكون واضحة ما تحاولوش انكم تكبروا الحروف بزاف ما تحاولوش انكم تتغروا الحروف بزاف كل حرف حاولوا انكم تعطيوا الحق دياله باش يبلغ خط ديالكم جميل ومتناسق وما تضيعوش هدع شرط النقاط لانها فعلا غدي تساعدكم على انكم نقطة ديالكم تكون مميزة مفهوم جيد جدا اذا لاحظوا معي هذا نقول هذا للمفرد المذكر هؤلاء التلاميذ الذين اعدوا للحفل هؤلاء التلاميذ الذين اعدوا للحفل جيد نتمم الاملاء حاولوا انكم تركزوا معي في الاملاء مفهوم اذا حاولوا اني كذلك اوضح لكم الصورة بطريقة لي واضحة جدا اضع كل اسم اشارة او اسم موصول في مكانه المناسب من الجمل الاتية الاتين هذه هؤلاء التي التي الذي اذا قرأت الكتاب ماذا الذي احبه قرأت الكتاب الذي احبه اطعمت القطتين التي احبهما اطعمت القطتين التي احبهما هذه هي صديقتي التي تلعب معي هذه هي صديقتي التي تلعب معي هؤلاء الاطفال يعتنون بالحيوانات هؤلاء اطفال يعتنون بالحيوانات جيد حاولوا انكم تقوموا بالقراءة جيدا للجمل من بعد حاولوا انكم توضعوا اسم الاشارة او اسم موصول في المكان المناسب اذا من خلال القراءة من خلال فهم الجمله ستعرفوا انكم اشنو الاسم اللي يخصكم تضعوا واش اسم اشارة او اسم موصول مفهوم جيد جدا اذا اكتبوا ما يملأ علي اذا هذا الشيء ستجد الكلمات هذه او هذه الجمل هذه اللي اكتبت لكم انا هنا حاولوا انكم تاخدوا لوحة وقلم وحاولوا انكم واحد من اللي غاكي ساعدكم من الاب ولا الام دي لكم يحاول انه يقوم بالاملاء هذه الجمل هذه وحاولوا انكم تكتبوهم بطريقة اللي هي صحيحة مفهوم اذا الحيوانات الاليفة هي التي تعيش في المنزل الحيوانات الاليفة هي التي تعيش في المنزل الحيوانات المتوحشة هي التي تعيش في الغابة قال البطريق هذا من قاري اصطاد به وهذه زعانيفي قال البطريق هذا من قاري اصطاد به وهذه زعانيفي مفهوم اذا كانت مننا انكم تقوموا بمراجعة الفرد داخل البيت اكيد حاولوا انكم تقوموا بالطباعة ديالو ما غاليش بزافة تطبعوا بوحدة مليوة بسيط جدا ولكن الملفعة ديالو مهمة جدا حاولوا انكم كيف قلت لكم انا نخلي لكم في صندوق الوصف تقدروا تستعملوه تقدروا تطبعوه تستفدو منه داخل البيت كذلك حاولوا انكم تقوموا بمراجعة جيدة ان شاء الله مراجعة اللي هي مكتفة فرد اخير قال لكم ان شاء الله بالبعد ان شاء الله ان شاء الله ما غا تكون عندكم واحد العطلالية صيفية جميلة جدا غا تستمتعوا ان شاء الله ولكن قبل الاستمتاع حاولوا انكم تقرأوا مزيان ان شاء الله باش تستمتع في الصيف يكون كذلك بواحد الفرحة اللي هي خاصة اللي هي فرحة النجاح نفهم اذا نتمنى ان شاء الله انني اتلاقى معكم في درس قديم او لفرد قديم و الى اللقاء